ثلاثة سيناريوهات حتى اللحظة يتداولها الإعلام الإسرائيلي عن عملية اغتيال سمير القنطار السيناريو الأول يقول إن طائرتين إسرائيليتين اخترقتا الأجواء السورية السبت وأطلقتا أربعة صواريخ طويلة المدى على المبنى المكون من ستة طوابق الذي كان يقتنه القنطار وعدد من جنوط وضباط الجيش السوري في جرمانة وتسبب القصف في انهيار المبنى السيناريو الثاني اعتمد على ما نقلته وسائل إعلام مقربة من النظام السوري وهو أن الطائرات الإسرائيلية لم تخترق الأجواء السورية لكنها حلقت فوق بحيرة طبرية وأطلقت صواريخ بعيدة المدى نحو المنزل حيث قتل القنطار فورا جراء الغارة أما السيناريو الثالث فكان بتأكيد محللين عسكريين إسرائيليين أن القصف كان بصواريخ أرض أرض من العمق الإسرائيلي نفسه أو من أحدى القواعد العسكرية في الجولان السوري المحتل من جهته حزب الله وفي بيان الناعي للقنطار قال إنه عند الساعة العاشرة والربع من مساء يوم السبت أغارت طائرات العدو الصهيوني على مبنى سكني في مدينة جرامانا في ريف دمشق ما أدى إلى استجهاد القنطار وعدد من المواطنين السوريين وكالة الأنباء السورية الرسمية أوردت أن ساميرا القنطار استشهد في قصف صاروخي إرهابي معادن على بناء سكني جنوب مدينة جرامانا بريف دمشق أما التلفزيون السوري الحكومي فأفاد عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين نتيجة سقوط قضائف صاروخية على ضاحية جرامانا في ريف العاصمة دمشق دون أن يحدد عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا نتيجة القضائف التي استهدفت المنطقة الخاضعة للقوات الحكومية